وفي موضوع مختلف أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور السلطان بن محمد القاسمية عضو المجلس العلى حاكم الشرقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشرقة على طموحات الكبيرة التي تنتظر هذه الجامعة وعزمه على تحقيق ذلك بإذن الله تعالى جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سموه أمام حضور حفل رابطة خرجية الجامعة الأمريكية في الشرقة مساء أمس الخميس في الصاحة الرئيسية لحرم الجامعة الذي بلغ عددهم أكثر من ألفين خريج وخريجة في إطار اهتمامات سموه على التواصل الدائم مع كافة خريجيها حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلى حاكم إمارة الشرقة ورئيس الجامعة الأمريكية حفل رابطة خريجية الجامعة الأمريكية في الشرقة في الساحة الرئيسية لحرم الجامعة بحضور أكثر من ألفي خريج وخريجة من أبناء الجامعة بالإضافة لحشد كبير من الصحفيين والإعلاميين وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعة فور وصول صاحب السمو حاكم الشارقة إلى ساحة الحفل شهد سموه رفقة الحضور عرضا ضوئيا متميزا حول المبنى الرئيسي للجامعة الأمريكية في الشارقة إلى لوحات فنية تخلله مقاطع فيديو لإنجازات بعض الخريجين عقب ذلك بدأت مراسم الحفل بكلمة لمدير الجامعة الأمريكية في الشارقة الدكتور بيون شيرفي رحب فيها بصاحب السمو ضيف الحفل ورائيه مؤكدا أن الجامعة التزمت ومنذ إنشائها بالتفوق الأكاديمي واكتسبت سمعة متميزة في المنطقة وخارجها لنوعية المتفوقة من التعليم الذي تقدمه وقد استمدت الإلهام من مراكز العلم الرائدة في عصور الإسلام الذهبية لتنشئ بيئة جامعية تحفز التفكير النقدي وروح البحث والتقصي ثم تمت دعوة صاحب السمو شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إلى إلقاء كلمة بهذه المناسبة حيث أكد أنه يسعد سموه باللقاء بالخريجين في هذا المحفل السنوي كما أن هذه الجامعة بحسب سموه ستبقى على الدوام بيتهما الثاني كما وأكد صاحب السمو حاكم الشارق خلال كلمته أنه قد وجه الجامعة الأمريكية في الشارق لأن تصبح جامعة بحثية رائدة أبنانا وبناتنا الخريجين والخريجات أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا أن نلتقي بكم مجدداً في حفل رابطة خريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة وأن نرحب بكم في بيتكم الذي طالما تجولتم في ساحاته وأروقته وأبنيته ولكم فيه حصيلة كبيرة من الذكريات التي لا تنسى نقشت في أذهانكم كما هي أسماءكم منقوشة في لوائح الخريجين والخريجات التي تحتفظ بها الجامعة في قلبها في الطابق الأرضي من المبنى الرئيسي نعم فالجامعة الأمريكية في الشارقة ليست مجرد صرح أكاديمي وبحثي متميز بل هي كذلك قلب نابض يضخ في شرايين المجتمع مهندسين وعلماء ومفكرين وما كان لهذه الجامعة أن تزدهر بدون الجهد المتكامل لكل الحضور في هذا الحفل بمن فيهم مجلس الأمنة والإدارة وأعضاء هيئة التدريس والطلبة وبالتأكيد أنتم الخريجين فشكراً لكم جميعاً نحن نريد من لقائنا هذا التأكيد بأنكم في قلب جامعتكم وأن الروابط والعلاقات مع جامعتكم وزملائكم وأساتذتكم والتي بدأت قبل سنوات في قاعاتها وأروقتها ستظل مستمرةً ومتفاعلةً مع الزمن كما أود أن أوصيكم خيراً بزملائكم الخريجين الجدد فهم ينتظرون منا ومنكم الدعم والتوجيه والأخذ بيدهم ليحتلوا مكانهم الصحيح في مسيرة التنمية أبناء الخريجين والخريجات إننا على أعتاب الذكرى العشرين لتأسيس هذه الجامعة حيث لنحتفلوا بهذه الذكرى جميعاً في فصل الخريف لعام 2017 وأود بهذه المناسبة أن أشير إلى أنكم وبقية زملائكم من خريجي الجامعة ومنذ أن تخرجت أول دفعة عام 2001 قد ساهمتم في العديد من الإنجازات ووصلتم بدعمكم من جامعتكم وبجهودكم لأعلى المناصب فاجعلوا هذا عاماً متميزاً لكم تعودون فيه لجامعتكم لتتعرفوا على ما تشهده من تطور وكونوا خير سفراء لها تمثلونها أينما كنتم وتسهمون في ترسيخ صورتها كمؤسسة عالمية رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي وود هنا أن أشير إلى ما سبق وذكرته لآخر دفعة منكم في حفل تخريجها قبل حوالي شهر بأننا قد وجهنا الجامعة الأمريكية في الشارق لأن تصبح جامعة بحثية رائدة وقد وضعت لجامعة بالفعل خطة استراتيجية بحثية لتنفيذ هذا الهدف مع المحافظة على تميزها في التعليم العالي ولهذه الغاية نتوقع أن يتم اعتماد برامج الدكتوراه في إدارة هندسة النظم وبرنامج الماجستير في الهندسة الحيوية الطبية خلال العام الجامعي المقبل ونأمل أن تتم كذلك مراجعة برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال قريبة كما نأمل بأن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اعتماد رسم محلي على المعاملات الحكومية لدعم الأبحاث العلمية في الإمارة سوف يسهم في المساعدة في تطوير الجامعة وجهود البحث العلمي فيها وفي تطوير مجمع الجامعة الأمريكية في الشارقة للبحوث والتكنولوجيا أبناء الخريجين بناتي الخريجات مع بدء طراقة الخطة الاستراتيجية لتحول الجامعة الأمريكية في الشارقة إلى جامعة بحثية فإن طموحاتنا كبيرة ونحن عازمون على تحقيقها بإذن الله وسنبذل في سبيل تحقيقها كل جهد ممكن ونعمل في تكاتف الجهود والتعامل لتحقيق هذه الأهداف وفي الختام أشكر عودتكم إلينا مجدداً واستجابتكم لدعوتنا وتذكروا بأن هذه اليد قد صافحت كل واحد منكم وباركت تسلُّحكم بالعلم والمعرفة لخدمة مجتمعاتكم والسعي دحو مزيدٍ من الإنجازات فأنتم الثمرة التي جنيناها وفاخرنا بها أتمنى لكم أيامًا سعيدة وحياةً مستمرةً بالعطاء ولكم مني ومن مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة كل التحية نسأل الله التوفيق لكم ولنا في كل ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدورها حيّت الخريجة دان طالب رئيسة رابطة خريجية الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال كلمتها بهذه المناسبة حيّت صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم نيابةً عن الخريجين معربةً عن امتنانهم وتقديرهم لرؤية سموه وقيادته الحكيمة والذي بفضله أصبحت الجامعة الأمريكية في الشارقة مؤسسةً رائدةً للتعليم العالي على مستوى المنطقة والعالم كما وأكدت أن صاحب السمو هو بمثابة الوالد والمثل الأعلى عقب ذلك كرّم حفل رابطة الخريجين أيضاً خمسة خريجين تمت إضافة أسمائهم إلى جدار الشهرة للخريجين وذلك تقديراً لمساهماتهم في صنع الفرق خلال أيامهم كطلبة ونجاحهم المهني بعد تخرجهم وهؤلاء الخريجون المكرمون هم الشيخ محمد الثاني من دفعة 2004 و2006 ولالا العلي دفعة 2004 وكلاهما من كلية إدارة الأعمال بالإضافة للخريج أكبر ثنبي دفعة 2007 والخريج محمد الشرهان دفعة 2011 وكلاهما من كلية الهندسة بالإضافة للخريج نوف تهلك دفعة 2004 من كلية العمارة والفن والتصميم وفي الختام قامت رابطة خريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة بتقديم هدية لصاحب السمو حاكم الشارقة تقديراً لما يقدمه للجامعة وللرابط من دعم لا محدود والهدية هي عبارة عن لوحة فنية بالخط العربي للخطات خليفة الشيمي سجل فيها بيتاً من قصيدة منابع العز من أشعار صاحب السمو حاكم الشارقة